السلام عليكم شابي بازينا ان شاء الله كام تكونوا بخير وان شاء الله كام تكونوا على خير ورمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير اليوم راح ندخلو حصة رقم 56 وراح نكملو فيها الجزء الثالث الخاص بالتمرين حول المحاولات الكهربائية نتمنى منكم انكم تشاهدوا كل هذه الحصص لان الحصة الاخيرة هي حصة مركبة ولازم تكون فاهم المحاول مليح مليح وخاصة ملخص خاص به هيا جمع فاصل ثم نواصل في هذه الحصة الجمعة عاجبتكم لنثث تمارين من تمارين 9 حتى تمارين رقم 11 تمارين 9 هذا هو توقيت انتعو تمارين 10 وهذا هو توقيت انتعو واخر تمارين 10 هو تمارين 11 وهذا هو توقيت انتعو تناميذ الاعزاء اليوم لازم تجيبو الملخص بسكو اليوم راح نزيدوه اضافة راح نزيدو قوانين جديدة ونخدمو بها حصص خاصة بالمحاولة هيا جمع نبدأ بتمارين رقم 9 في التمارين رقم 9 لتغذية المنفذات المتصدرة اذا المنفذات المتصدرة باش تمشي تمشي بتوتو الثانوي قدره 24 فورت نستعمل محاول احادي طوله خصائص التالي ومشي قلت لكم من قبل بها تحل تمارين اول حاجة لازم تعرف تحلل التمارين لازم اي كلمة مفتاحية تكتب عليها كل شي كما هنا اطالية 220 فورت معناتها ملف الاولي ولا الاخذة يتحمل توتر قدره 220 فورت اذا توتر الاسم الاولي 220 فورت التوتر الثانوي الاسمي يسوي 24 فورت 50 هاتس التوتر وميات VA هي كلمة مفتاحية شكل يوحدتها VA هي الاستطاعة الظاهرية والاستطاعة الظاهرة ماذا تساوي توتر الاولي اسمي في التيار الاولي اسمي وتساوي توتر الثانوي الاسمي في التيار الثانوي الاسمي من بعدها كانت طريقة جديدة لقياس من قبل شفنة التجارب واليبدأتكم تجربة رابعة وحنكتبوها في الملخص واش قلتكم هنا في هذه التجربة تم قياس مقاومتي ملف الاولي والثانوي شمعتها R1 وR2 مقاومات الداخلية للمحول باستعمال طريقة فورت امبير المتدرية في التيار المستمع هذه التجربة يديرها في التيار المستمع فيها هدف وحيد فقط هو حساب المقاومات الداخلية R1 وR2 الوشعة 2 ملف الاولي وملف الثانوي حيث عند تغذية ملف الاولي بتوتر مستمع V1 يسوي 7 فورت اشارة امبير متر الى 3 امبير وعند تغذية ملف الثانوي بتوتر مستمع V2 يسوي 3 فورت تحصلنا على تيار ثانوي يسوي 6 امبير إذا نجمع هذه التجربة نقدر نحسب منها حاجة واحدة بركة هي المقاومات الداخلية إذن R1 ماذا تسوي؟ تسوي V1 على E1 تحت هذه التجربة فقط وR2 ماذا يسوي؟ يسوي V2 على E2 يعني هذا المقاومات اللي اعطاهمكم في تجربة امبير متر في تيار المستمر نستعملوها فقط لحساب R1 وR2 فقط هاي اجمعها نكتبوه في الملخص تجربة فورت امبير مترية في تيار المستمر وش يديرو؟ يجيبوه المحول هذا ملف الأول مقامة R1 وملف ثانوي مقامة R2 وهذا هو الهدف راح نحسبه R1 وR2 إذن R1 يربطوها بمولد مصدر مستمر بهذا الشكل بنفس الطريقة ملف ثانوي يربطوه بمصدر مستمر بهذا الشكل وعلى باقي المحاول ما يخطفش تيارات مستمر الهدف بركة وش هو نمدو توتر تيار بان نحسبه R1 لأنه بقانون الأوم توترش يسوي R في E إذن R ماذا تسوي توتر على التيار من بعد جمع في الملف الأول نجيبوه جهاز أمبير متر بنحسبه التيار اللي تمتصه هذه الوشيعة وفي ناس الوقت نرطو جهاز فولت متر واحد على تفرد بنحسبه التوتر بنفس الطريقة نروح للملف الثانوي نجيبوه جهاز أمبير متر اثنين نرطوه على تساسه بنحسبه تيار الثانوي وفي ناس الوقت جهاز فولت متر نرطوه على تفرد بنقصه التوتر بين طرفين مقامة A2 من بعدها باستخدام قانون الأوم عندي توطر V1 ماذا يساوي؟ يساوي R1 في E1 بما أنه عندك تيار وعندك توطر إذا المقاومة ماذا تساوي؟ تساوي V1 على E1 بنفس الطريقة مقاومة ملف الثانوي ولا مقاومة داخلي الوشيعة الثانوي ماذا تساوي؟ تساوي V2 على E2 وهذه القوانين تستعمل لحساب R1 و R2 بعدما تكملوا أمسحوا مجمع بهم غلط قوش في باقي الأسئلة إذن هذه هي تجربة V1 في التيار المستمع بعد أن نعجل الثانيين لتاعنا سؤال 1 أحسب تيار ثانوي اسمي E2 nominal سؤال 2 أحسب مقاومة ملف الأولي R1 و R2 عرفناها صحي سؤال 3 من أجل نسبة تحويل أمزل أعطا لك نسبة تحويل قال لك أحسب مقاومة مرجع للثانوي الأيرس وعندي R1 و R2 نستخدم القانون بتاع أيرس يسوي R2 زيد R1 في أمزل و مربع وسؤال آخر أحسب ضياء منفعول جول من أجل حمولة اسمي هيا جمعنا نبدأ أول حاجة حساب تيار ثانوي الاسمي أول حاجة باش نبدأ باستطاع الظاهرية لدينا استطاع الظاهرية تسوي توتر الأولي الاسمي في تيار الأولي الاسمي وتسوي توتر ثانوي الاسمي في تيار ثانوي الاسمي إذن تيار ثانوي الاسمي ماذا يسوي يسوي استطاع الظاهر على التوتر ثانوي الاسمي وكما تلاحظوا استطاع طهلي 100 V وتوتر ثانوي الاسمي 24 فولت إذن تيار ثانوي سوية 4.16 أمبير وما تنسوش تكتبوها فسط الإيطار هذا بنسبة للسؤال الأول سؤال الثنين حساب مقاومة ملف الأولي R1 ومقاومة ملف الثانوي R2 في هذه الحالة مدى ما أعطاهم ليش قيمتها مباشرة لازم نحسبهم بطريقة فولت أم بفتيار المستمع إذن خرجت هذه الربع القيم اللي نحتاجهم أتنسي وجمع تعوضوا بهذه لازم تعوضوا بالقيم المقاسة في تجربة فولت أم بفتيار المستمع بنحسبه R1 و R2 إذن حساب المقاومة الداخل للملف الأولي والثانوي إذن R1 تساوي توطر الأولي على تيار الأولي في تجربة فولت أم بفتيار المستمع وتساوي قدع طهنة V1 طهنة 7 وتيار 3 إذن 7 على 32 نلقاها 2.33 هذا بنسبة R1 من بعدها نكتبوها في الإيطار بس نحتاجها أما المقاومة R2 تساوي توطر الثاني على تيار ثانوي في تجربة فولت أم بفتيار المستمع وتساوي 3 على 6 وتساوي 7.5 أم إذن R2 تساوي 7.5 أم هذا هو السؤال رقم 2 وبعد أجمعنا كنكملوا هذه القيم والله هذا المقادر لازم نديره عليه أم إيكسبه ما يغلط أكوش في باقي الأسئلة هذه القيم نحتاجها مغير حساب R1 و R2 نروح سؤال رقم 3 من أجل نسبة تحويل أم سيفة السيفة السيفة السفة 12 أحصب المقاومة المرجعة للثانوي الرس إذن حساب المقاومة المرجعة للثانوي من بعد أجمعه وش نديره نديره طريقة التوفيقات إذن الرس ماذا تساوي وش هو القوانيلي فيهم المقدار الرس القانون هذا شفناه من قبل بزيف الرس تساوي P1 CC على 2 CC مواربة والله نقدر نقوله ضيعات من فعول جول على تيار ثانوي في تجربة القصرة مواربة كان قانون ثاني هذا ما استخدمنا نهج ونستخدمه اليوم إذن الرس تساوي R2 زايد R1 في أم سيفة مواربة R2 و R1 حسبناهم صعي بطريقة فولت أم بفتيار المستمر وقانون الثالث ليحتوي على هوباط التوتر ماذا يساوي هوباط التوتر في الملف الثانوي يساوي تيار الثانوي في المقاومة المرجعة للثانوي في معامل إستعام ملف الثانوي ولا كوز في الثنين زايد مفاعل المرجعة للثانوي في سينيس في الثنين هذا يجمع نديره OK و X على المقادر اللي عندنا بنا نعرفه شيئا الأسئلة اللي راه الجاية إذن P1 CC لا أعطيها ليش ضيعات مفعول جول ما أعطيها ليش 2 CC نقدر نحسبها بكل بساطة إذن القانون الأول ما يساعدنيش قانون ثاني A2 حسبناها و R1 حسبناها و M0 أعطيها لنا مع أنت RS نقدر نحسبها إذن قانون ثاني هو اللي يحصل لكني وبما أن RS ولت معلومة إذن هنا RS ولت معلومة يعني السؤال اللي بعده قادر يقول لك أحسب ضيعة مفعول جول والله يقول لك أحسب استعام المتصم من الملف الأولي في تجربة القصص إذن P1 CC ماذا تساوي؟ تساوي RS في 2 CC مربح هذا في زوج عندك بالنسبة للقانون الثاني A2 عندي و RS عندي COS ما عنديش XS ما عنديش XS ما عنديش مع أنتها دلتا A2 ما نحسبها في هذا القانون قادر يمد لك قادر يمد لك معامل استعامل XS تقدر تحسب هبوط في التوتر السؤال البعدي ولا قادر يمد لك هبوط في التوتر في الكوز والساني سيقول لك أحسب XS معاوقة المرجعة للثانوي إذن شكو يساعدنا القانون رقم 2 هيا يجمعنا نمسحه إذا نكتب RS تساوي R2 زيد R1 في M0 مربع وتساوي 0.5 زيد 2.33 في نسبة التحويل مربع في الفرق 0.12 مربع كي نحسبها نلقاها RS تساوي 0.53 أوم هذا هو سؤال رقم 3 رح سؤال الأخير رحسب ضيعة من فعول جول بات جول من أجل حمولة اسمية وعرفناها في التوفيقات إذن حساب ضيعة بمفعول جول ما عليش يا جماعة نزيد نكتب لكم التوفيقات باتدخل في رأسكم إن شاء الله والقوانات واللي لكم السهلة إذن شكو يكون هو البرجول ماذا يساوي هو نفسه P1CC متفاهمنا عليها واشي القوانين اللي فيها بيرجول قانون الأول هو RS يساوي P1CC على 2CC مربع المقامة المرجعة الثانوي كان قانون الثاني واشي هو المقامة المرجعة الأولي وتساوي P1CC على E1CC مربع ومتنسوش المقادر المرجعة الأول يا جماعة قادة تجيكم عليها التمارين ولا إستطاعة ملف الأولي تساوي إستطاعة ملف الثانوي زيت كل الضيعة يعني زيت P1CC زيت P10 وP1CC هي بيرجول لو كان يعطيك P1 وP2 يعطيك بيرجول فتقدر تحسبها إذن مش تقول P1CC يساوي P1 ناقص P2 ناقص بيرجول فتقدر P1 صفر إذن هنا نبدأ وشكو قانون يساعدني العرس حسبناها وإثنين سيسي هي نفسه إثنين نوميلال معناتها هنا نقدر نحسبه P1CC رحوا لي بعدها P1CC هنا ولت عندنا بسكن قدرات نحسبها في القانون الأول وش معناتها P1CC ما عنديش والأربي ما عنديش قاد يمدلك تيار الأول في تجربة القصر ويقول لك أحسب مقاومة المرجعة الأولي والله العكس مدلك مقاومة المرجعة الأولي ويطلب منك أحسب التيار الأول في تجربة القصر والأربي يجمع ماذا تساوي تساوي R1 زيت R2 على M0 مربع معناتها نقدر نحسبها بسكن أعطي طريقة والت أهم في تيار المستمر معناتها أربي وليت عندنا قادر نحسبه E1CC مربع بكل بساطة أما P1CC عندنا P1 ما عنديش P2 ما عنديش وبرفير ما عنديش هذا القانون ما يساعدناش خلاص إذن إذن وش قلنا جماعة قاد يجيك سؤال يقول لك أحسب أربي تقدر تحسبها بكل بساطة وبعد ما تحسب الأربي تقدر تحسب E1CC انت لقى من القانون الثاني إذنش كل القانون يساعدني في ضائعة مفعول الجول هو القانون الأول هيا جمعنا مسحو ونكتبو إذن إذن إرس ماذا يساوي يساوي P1CC على 2CC مربع وP1CC جمع ماذا تساوي إرس في 2CC مربع وP1CC هي نفسها ضائعة مفعول الجول من بعدها نعوض P1CC ماذا تساوي إرس في 2 في تيار الثاني والإسمي مربع لأن تجربة القاسب من حققها لازم إثني 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 نومينة من بعدها P1CC ماذا تساوي سي فصل ثلاثة وخمسة في ربعة سي ساوي 9.17 ونتنظرها في وسط الإطار جماعة بالنسبة للنتائج حاولوا تعودوا تحسبوهم وتكتبوهم لي في التعليقات ممكن قادر نغلط في أي سؤال لأننا نحسبه غير بالهاتف وما تنسوش جماعة مع الصيام ممكن نغلط في أي حساب هيا جماعة هذا والتمرين أرقم 9 كمناه التمرين بسيط جدا في فكرة جديدة وطبقناها إن شاء الله كتبتوها في الملخص هيا روحوا التمرين أرقم 10 8 رقم 10 هو 8 مركب في 7 أسئلة شبكة تغذية تحتوي على محول أحادي الطور خاصة 220V slash XX توتر الثانوي الاسمي مع طهدناش لفرق 56 هاتس و 384 هي 6 ظاهر يعني أول حاجة نبدأ ونكتبو 220 هو توتر الأول الاسمي XX معناتها توتر الثانوي الاسمي ونقدر نستنتجها بكل بساطة بما أنه توتر الثانوي في فرق 26.4V معناتها توتر الثانوي الاسمي 24V 50 هاتس توتر 20.4V وتوتر الأولي سوي 220V وديره كما قلت لكم مقبل P10 هي نفسها 26.4V معناتها توتر الثانوي الاسمي سيكون حتما 24V طريقة الثانية أعطى نتائج تالية كما تم قياس مقاومة كل لف بطريقة فولت أمبير مترية في التيار المستمر حيث كانت نتائج القياس عندها تقضية ملف الأولي ب10V وشيلينا تيار 9.34 أمبير وعندها تقضية ملف الثانوي بتوتر قدره 1V كي حسبنا تيار وشلقينا 7.46 أمبير إذن هذه التجربة وش نحسبه منها R1 و R2 إذن R1 ماذا تساوي توتر الأولي في تجربة فولت أم في تيار مستمر على تيار الأولي و R2 تساوي توتر ثانوي على تيار ثانوي معناتها 1 على 7.46 و بعدها كم لوجمع هدو نديرو عليهم أي كسبة مغلطناش في بقي الأسئلة و بعدها روح الأسئلة واحد أحسب نسبة تحويل في الفراغ مع أنتها M0 استنتج ضياء في الحديد بيرتفير اللي هو P1 أعطينا 40 وغطة أحسب المقاومة المعرجعة إلى الثانية وبما أنه أعطي تجربة فولت أم بفتيار مستمر عندي R1 و R2 نحسبوها أهلس ماذا تساوي يغذي هذا المحول حمولة مقاومة يجب أن تلونها كلمة مفتاحية أي حمولة مقاومة في اثنين ماذا يساوي يساوي 0 إذن لن نكتبه في اثنين يساوي 0 أي حاجة كورس 0 واحد الصفر يسباب لحضر صفر 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 أو صفر 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 هنا nellظام عمل الت Syndrome في الت同وي لأنحد تنمونه حمولة ملف الشغل بعد الثانوي إذًا هذه التيار التنمي march c16rab إذًا الست Ernz أحصب ضيعة مفعول جول برد جول هي نفسها P1c أحصب هبوط التوتر المرجع إلى الثانوي دلتا اي 2 استنتج قيمة التوتر اي 2 في الثانوي في المحاول واذا قلنا؟ قلنا التوتر الثانوي الاسمي في اللوحة المواصلة المحاول سيكون 24 فولت توتر الثانوي في تجربة الحمولة احتمال كبير كذلك سيكون 24 فولت ولا يكون أقل بقليل على حساب القانون سنطبقه القانون هو القانون التعبوط في التوتر ليسوي Ares في 2 في Ares COS في 2 ZXS في 2 وحساب القيمة التوتر الثانوي في الفراغ نقص له هذا المقدار وشوف إذا لكتو 24 فولت أو 24 فولت وقال تجربة أقل من 24 فولت سؤال أخير أحصب المردود هذا المحاول هيا جمعا نبدأ ونحلو التمرين سؤال الأول حساب نسبة تحويل في الفراغ M0 تساوي توتر الثانوي في الفراغ على توتر الأولي وهذا القانون نخدم به بزرع وتساوي 26.4 على 220 فولت ونحسبه هنا لقاء صفة 12 ونضيفها في وسط الإطار لأنه نحتاجها بزرع سؤال ثاني استنتاج ضيعة في الحديد إذا نكتب استنتاج ضيعة في الحديد بما أنه أعطال لتجربة الفراغ أعطالي P1 سفر تساوي 40 واط قلنا هذه P1 سفر ديمة هي ضيعة الحديدية إذا نكتب P1 سفر ماذا يساوي P1 سفر ويساوي 40 واط إذا نكتبها في الإطار ممكن نحتاجها في المردود سؤال الثالث أحسب المقامة المرجعة إلى الثانوي إذا حساب المقامة المرجعة للثانوي إذا 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 فإذا إذا 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 نحسب P1 CC لا نستطيع أن نحسبها القانون الثاني R2 و R1 نستطيع أن نحسبها وبما أن نستطيع أن نحسب الرس القانون الأول الرس المعلومة قد يقولك أحسب P1 CC والله ضيعت مفعول جول تستطيع أن تحسبها بكل بساطة وكما ترى نفسه النرمال ما هو الرابع والله الخامس نذهب إلى القانون الأخير التوتر الثانوي عندي والرس عندي كوز في اثنين والإكس اس والسينس في اثنين ما عنديش عذرا جماعة أعطانا حمولة مقاومية بما أنه حمولة مقاومية في اثنين تساوي 0 معناتها كوز صفر يساوي 1 والسينس صفر يساوي صفر معناتها القانون ماذا يساوي دلتا اثنين يساوي اثنين في ارس معناتها هذا القانون نقدر نحسبه من واش نقدر نحسبه من هبوط في التوتر هاي جماعة نمسحوا هذي وروحوا نحسبه إذن ارس يساوي ارثنين زيد ار واحد في ام سفر موربع نبدأ نقاط واحد إذن أعطانا هذه القيام نحتاجهم بنحسبه ارثنين و ارواحد كنكملو ندير عليهم اكس إذن ارواحد يساوي توطر الاول على تيار الاولي ويساوي عشرة فولت على تسعة فاصل ربعة وثلاثين نلقوها واحد فاصل سبعة اوم ونديروه فاصل الايطاء اما ارثنين تتعلق توطر ثانية و تيار ثانوي في تجربة فولت ام في تيار المستمر وتساوي واحد على سبعة فاصل توربعين وتساوي سيف فاصل تلتاش اوم ونكتبوها في الايطار اثني تساوي سيف فاصل تلتاش اوم هذا بنسبة ال ار واحد وال اثني بعد ما حسبت ار واحد و ار ثنين نعوضه في القانون رقم واحد وهذا نديرو عليهم اي كسبة ما يغلطوكوش في باقي الاسئلة إذن كملوا سؤال تعنا ارث ماذا يساوي يساوي ارثنين يجيناها سيف فاصل تلتاش ار واحد يجيناها واحد فاصل سيف سبعة في نسبة تحويل سيف فاصل تلتاش مربع كنحسبوها نلقو ارث يساوي سيف فاصل تلتاش اوم هذا بنسبة السؤال الرقم ثلاث نروح السؤال الرابع يغضي هذا المحاول حمولة ومقاومية اقولكم هذي كلمة مفتاحية بتيار شدته 16 اوم بمعناته عطالة تيار ثانوي الاسمي احسب الضيعة مفعول جول باد اذا حساب الضيعة مفعول جول اذا نبدأ ونكتبو التوفيقات هو الشيخ من القوانين اللي لفهم P1CC القانون الرس يصيب P1CCN2 قانون الثاني قانون الربي تصيب P1CCN3 قانون الثالث س الي Garso يقدر بنا نحسب آarre نحسب آه بما أن P1CC انحسب اذا اي واحد سي سي والاربي معطاهم ليش اربي نقدر نحسبها كذلك ار بي ماذا تسوي تسوي ار واحد زيد ار ثنين على ام صفر مربع معنا تقادل نحسب تيار الاولي في تجربة القصر نحسب ار بي واحد سي سي هنا عندي بي واحد معطاها ليش بي اثنين معطاها ليش بي اشرة معطاها ليش معنى هذا القانون ما يساعدنيش هيجمعا نكمل الخدمة انا اذا حسب ضي عهد من فعول جول اذا ارس تسوي بي واحد سي سي على اثنين مواربعة. في واحد سيسي ماذا تسوي ايراس في اثنين سيسي مواربعة. في واحد سيسي يسوي ايراس في اثنين مواربعة لأنه تبا نطبق تجربة القصص لازم اثنين سيسي يسوي اثنين الاسمي. في واحد سيسي تسوي سف فاصل خمسطاش في ستاش مواربعة. وبعدها كنحسبوها نلقاها تسوي ثمين وثلاثين فاصل ربعة وغط. وانتأكدوا جمع عاودوا احسبوا الحاسبة وكتبوها لي في التعليقات. هذا بنسبة سؤال رقم ربعة. سؤال خمسة. احسب هبوط الطوطر مرجع الى الثانوي دلتا اثنين. كما شفنا من قبل القيناة اللي دلتا اثنين ماذا يساوي? يساوي اثنين في ايراس فقط لأنه حمولة مقاومية. اذا نكتبوا حساب هبوط الطوطر في الثانوي. اذا نديروا التوفيقات جمعها بها تساعدكم. اذا دلتا اثنين تساوي اعشرين ناقص اثنين. اعشرين عطاها لي ميت توطر الثانوي. معطا ليش. اعطى لي اكس اكس. دلتا اثنين تساوي ثانوي في ايراس كوز في اثنين زائد اكس از سينيس في اثنين. بما انه حمولة مقاومية مع انتها في اثنين تساوي صفر. لا يساوي الصفر مع انتها اكس از سينيس طروح. وبما انه في اثنين يساوي صفر كوز الصفر يساوي واحد اذا القانون الشي واللي ولي بسيط جدا اذا نشي يصبح هبوط في 48. 49. 50. 51. 52. 52. 53. 54. 56. 57. 55. 57. ثانوي للملف الثانوي وهذا القناف آخر السؤال ولا سؤال ما قبل الأخير. هيا جمعنا مسحوا. وارحونا نكتبه. إذن هبط في التواطف في الملف الثانوي يسوي اثنين في ارس في كوز في اثنين زيد اكس از في سينس في اثنين هذا القانون لازم دي ما تخدم به. ما تخدمش القانون ثاني. هذا القانون ثاني لازم دي ما تستنته. إذن بما أن الحمولة مقاومية فإن في اثنين ماذا يسوي? يسوي السفر. وبما أنه في اثنين يسوي السفر. معناتها كوز سفر يسوي واحد. وسيني السفر يسوي السفر. معناتها هذا القانون سيني استروح. والكوز ولي واحد. إذن هبط في التوطر في الملف الثانوي ماذا يسوي? يسوي اثنين في ارس. إذن هذا من القانون صادق في حالة واحدة. كي تحدد حمولة مقاومة. بعد عن عوضه اثنين ستاش. والآرس لقينها سفر فاصل خمستاش. إذن نتيجة هبط في التوطر تساوي بالتقريب ثانين فاصل ربعة فولت. هذا بنسبة لسؤال رقم خمس. سوف يستنتج قيمة توتر ثانوي اثنين واستنتجنا عرفناها بطريقة التوفيقات. سوف نكتب حساب التوتر الثانوي. إذن دلتا اثنين ماذا يسوي? يسوي اثنين سيفر ناقص اثنين. نحن نحوص على التوتر الثانوي. إذن توتر الثانوي ماذا يسوي? يسوي توتر الثانوي في الفراغ ناقص هبط في التوتر. هذا في زوج عندنا. إذن اثنين سيف اثنين فاصل ربعة فولت. إذن وتساوي اثنين فاصل ربعة فولت. ناقص ثنين فاصل ربعة. بسكور هبط في التوتر الثانوي ماذا يسوي بالتقريب? يسوي ربعة وعشرين فولت. كما اشرنا اليه في بداية التمرين. وكنا قادر نلقوها اكثر اقل من ربعة وعشرين فولت. على حساب الحمولات والمعامل الاستطاعة كوز في اثنين. إذن سؤال سبعة. احسب مردود هذا المحول. وهذا السؤال بسيط وعرفناه من قبل. إذن حساب المردود المحول. نكتبها يا جماعة. إذن ميو ماذا يسوي يسوي بي اثنين على بي واحد. وبما انه بي واحد ما عطناش كوز في واحد ولو نكتبه كل شيء بدلالة بي اثنين وتسوي بي اثنين على بي واحد. بي واحد ماذا تسوي بي اثنين زائد كل الضائعات. إذن بعدها جماعة لازم نحسب بي اثنين بي اثنين. او 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 384 23 24 24 تم التまずه نحسيم هذه الطرق المختصة لا نصل لها و أفتيار الثانوى تكتبها مباشرة 324 خير ما تكتبها 24 في 16 إذن بعدما حسبنا P2 نقوم بتعودوه في المردون عندنا P10 تسوى 40 واط عندنا PerJool حسبنا 38.4 واط نقدر نعودوه مباشرة إذن 100 يسوى 384 على 384 وهي تصلي فاو 480 زيد ثماني وثلاثين فاسر 4 نحسبها ننقوها 0.83 0.04 إذن المرضود النسبي نضربها في المئة بها نقوم النسبي وتساوي 83.4 بالمئة هذا بديسبل سؤال رقم 7 هيا جماعة نمشيكم تماما من البداية وشوفوا تلميذ الأعزاء لما فهمت التمرين يقدر يعود التمرين ما نقدرش نديركم تكرار بزهما بها ما يخرج في الفيديو الطويل هيا روحوا آخر التمرين التمرين رقم 11 هذا التمرين نحن ندير في فكرة جديدة لازم نجيبوا الملاقص تاكم تزيدوا هذه الفكرة في التمرين رقم 11 أعطى لنا دارتي اختبار محاول دارة رقم 1 هي تجربة الفراغ لأنه ملف الثانوي يحتوي على جهاز فولت متر واحد فقط أما الدارة الثانية ملف الثانوي فيها جهاز أمبير متر فقط وجهاز أمبير متر يقصر إذن تجربة ثانية هي تجربة القصر وتجربة الأولى هي تجربة الفراغ المحاول المستعمل لتغذية منافذة المتصدر يحمل خصائص التالية 122 نكتبه هي توتر الأولي الاسمي و 24 فولت توتر ثانوي الاسمي 50 هاتس وهو توتر و 160 VA اللي هي العلاقة المفتاحية هي استطاع الظاهرية وتساوي توتر الأولي الاسمي في تيار الأولي الاسمي وتساوي توتر الثانوي الاسمي في التيار الثانوي الاسمي بعدها رح نقرأ سجل واطمة في إحدى تجربتين P1 CC تساوي 12 واط هذه نكتب جنبها وتساوي P1 CCD ما هي نفسها P1 و في الأخرى P1 0 اللي هي ضيعة الحديدية نكتبه قدامها وتساوي إذا ضيعة الحديدية تساوي ربعة واط بما أنه P1 و P1 جول مش متساوي إذا وش نقله في هذه الحالة المحول لا يقدم مردود أعظمي وكذا يقدم مردود أعظمي لازم لي P1 جول و P1 جول يكونوا متساوي سؤال أول حدد أي من دارتين تسمح بقياس ضيعة مفعول جول نحاس وأيهما تسمح بقياس الضياع في الحديد سؤال الثانين أحسب تيار الثانوي الاسمي اثنين وشفناها بإستطاع الظاهرية سؤال ثلاثة أحسب الإستطاع الفعال من لف الثانوي P2 علما أن حمولة مقاومية هذه كلمة مفتاحية ونكتب قدامها بما أن حمولة مقاومية في 2 ساوي ساوي السفر وكيقعد في 2 ساوي السفر مع أنتها كوز في كوز ساوي الساوي واحد وكوز ساوي الساوي السفر هذي تحتاجوها بس كل قانون هذا كتويل وليه قانون مختصر سؤال خمسة أحسب قيمة مقاومة مرجع للثانوي من أجل سؤال 6 أحسب قيمة تيار الثانوي 2 فتحة الذي يجعل مردود أعظمي هذه أسئلة جديدة لازم تجيبوا ورقة وقالة سنزيدوها في الملخص سؤال 7 أحسب الإستطاع الفعال الجديدة P2 فتحة التي تحقق المردود الأعظمي وسؤال 8 أحسب المردود الأعظمي لهذا المحاول يعني يجمع كين سؤال 4 أحسب المردود العادي وسؤال 8 وش نديره بحن حق المردود الأعظمي نبدأ الجواب الأول الدارة واحد هي تجربة الفراغ كيف عرفتها الفراغ لأنه في ملخ ثانوي كين جهاز فولت متر فقط ويحتب لي توطر ثانوي في الفراغ إذن وش نقول في هذه الحالة دارة واحد هي تجربة الفراغ تسمح لنا بحساب الضياء الحديدي أما دارة ثنين بما أنه فيها جهاز أمبر متر في الثانوي فقط هذا الأمبر يقصر الدار لأنه يحتبع مقاومة تأول إلى صفر وكأنه سلك إذن وش نقول في دارة الثنين هي تجربة القصر تسمح لنا بحساب الضياء بمفعول جه سؤال الثنين أحسب تيار ثانوي الإسمي في هذه الحالة وش نستخدم نستخدم قانون إستطاع الظاهري أعطاننا إستطاع الظاهري 160 VA وأعطاننا توطر الأول 220 فولت والتوطر الثانوي 24 فولت هو أش طلب من تيار ثانوي إذن ماذا يسوي تيار ثانوي إذن إستطاع الظاهري تسوي توطر الأول في تيار الأول وتسوي توطر الثانوي في تيار الثانوي إذن تيار ثانوي الإسمي سوي إستطاع الظاهري الإسمي على توطر الثانوي الإسمي وتسوي 160 على 24 وتسوي 6.66 أمبير هذا بنسبة السؤال رقم الثنين وما تنسوش تكتبوه إستطاع الثانوي في الإطار لأنه ستحتاجه بزاف والعين تقطع ديكتيه بسرعة ثلاثة حساب الإستطاع الفعال من لف ثانوي بيثنين علما أن حمولة مقاومية إذن نكتبو حساب الإستطاع بيثنين من أجل حمولة مقاومية أولا نكتبو القانون تحق إستطاع الفعال من لف ثانوي تتعلق توطر الثانوي والتيار الثانوي ومعامل إستطاع في الثانوي بما أن حمولة مقاومية بيثنين يسوي السفر كوز السفر ماذا يسوي إذن ماذا تصبح بي اثنين؟. تسوي وتواته ثانوي في التيار الثانوي وتيار الثانوي هو نفسه المقدار الاستعاد الظاهرية، والاستعاد الظاهرية اضطاه ليه هي اذا ما تسوي؟ تسوي deber bungland und 162 وات اذا استعاد بي اثنين وحدتها الوع اجمعنا هي اربعة مع ان استعاد الظاهر او بي اثنين وحدتها الوع. اذا نكتب بي اثنين ماذا يسوي. зас汙لة مير ستين وات. هذا بعد سؤال رقم ثلاث. سؤالة الرابعة سب و הצم دود هذا المحاول. إذن حساب المردود المحاول. إذن مية و ماذا يساوي؟ يساوي P2 على P1. بما أنه ما أعطى ليش P1. نكتب كل شيء يبدلل P2. وتساوي P2 على P1. و P1 تساوي P2 زيد كل الضائعات. إذن مية و ماذا يساوي؟ يساوي 160 على 160 على P4. أعطينا 4 واط. و P4. أعطينا 12 أغر. واش راح نلقاها 0.9090. وكين خرجوا المردود النسبي؟ نضربوها في المياه. إذن مردود النسبي وش يساوي في هذه الحالة؟ يساوي 90.90 بالمئة. رحل سؤال خامس. احسب قيمة المقامة المرجعة لثانوي الارس من أجل اثنين يساوي اثني سيسي. هذا خدمنا سؤال بزاف. إذن حساب المقامة المرجعة لثانوي علما أن اثني سيسي يساوي اثني نومينال. إذن ارس وش يساوي؟ يساوي بضيعة مفعول جول ولا P1 على تيار ثانوي اي سيسي مواربع. ويساوي 12 على 6.60 لأنه تيار حسبنا لينة 6.66 وبواحد سيسي يعطيها لي 12. ويساوي سيساوي فاصل 27 اوم. إذن ارس ماذا يساوي سيساوي فاصل 27 اوم؟ هذا بنسبة لسؤال رقم خمس. وروحوا لسؤال رقم ستة. احسب قيمة تيار ثانوي اثنين فتحة التي تجعل المردود اعظم. هذي اسئلة جديدة جماعة. لازم تجيبوا ورقة وقالم وتزيدوها في الملخص تعكم ونعطيكم طريقة كيف نحسبوها. هيا جماعة رحوا للملخص تعنا. خدمنا طريقة فولت ام بفتير مستمر. نجيبوا ملسقة جديدة. ونكتبوا طريقة الحساب المردود الاعظمي. فيها رضع خطوات لازم تطبقها. الخطوة الاولى جعل بيرتجول يساوي بيرتفير. معناتها زيد ولا تنقص في بيرتجول حتى تسويها بيرتفير. بيرتفير هي ضياعة ثابة اجمع. ما تزيدو فيه ما تنقص فيه. يعني بيرتجول هي اللي تزيد فيها وتنقص فيها. لازم حتى تقلبها تسوي بيرتفير. هذي واحد. اذا ماذا بيرتجول فتحة ماذا يسوي بيرتفير. اثنين حساب التيار اه اثنين فتحة الجديد الذي يحقق المردود الاعظمي. وش هو القانون تاو? اثنين فتحة الجديد ماذا يسوي? جذر? بيرتفير على ارس. اكتبكم بيرتفير بيرتفير ما تغلطوش. خير ما تكتبوها بيرتجول فتحة ممكن تتعاوض بيرتجول القديمة. صحيح. وهذا القانون بسيط جدا. مين جبتو? جبتو من قانون ارس وش تسوي? تسوي بيرتجول على اثنين سي 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 موربعة. ومبعدها اه بيرتجول فتحة. وبرتجول فتح هو من السو بيرتفير ومبعدها خرجتها بكل بسط. تماما هنا كيفية خرجتها? اذا هو القانون تاو? ثلاثة حساب استعار مفيدة الجديدة بيثنين فتحة التي تحقق مردود الاعظمي. ماذا تسوي بيثنين فتحة? تسوي التوتر الثاني. في تيار اثنين فتحة الجديد في كوز في اثنين. وهنا اعطنا حمولة مقاومية مع ان تكوز في اثنين ماذا تسوي? تسوي واحد. واخر حاجة وش هي حساب المردود الاعظمي الجديد. اذا ميو ماكس ماذا يسوي? يس هذا هو القانون تاوها. على بيثنين فتحة زايد اثنين بيرتفير. على كتبت لكم بيرتفير لانو بيرتجو الفتحة يسوي بيرتفير. يقول لي يسوي اثنين بيرتفير. تكتبها اكذا با ما تغلطوش في النتاج. هذه خطوات الاربعة لحساب المردود. وفي الماضي يجمعها هذه الاسئلاجات في البكالوريات السابقة جاهم سؤال هل هذا المحول يحقق مردود الاعظمي ام لوش تقولوا تقولوا بيرتجو الفتحة يسوي بيرتفير. اذا كانوا متساويين راهو يحقق مرد الاعظمي جامس وكذلك سؤال من قبل وش قالهم احصب تيار ثاني والاسمي الذي يحقق المردود الاعظمي. اذا هذا هو التيار اثنين فتحة يسوي بيرتفير على ارس. ارس مقدار الثب. على هذه يا جماعة هذه الخطوات لازم تكتبوها وخطوات مهمة جدا. هاي جماعة نرجعوا لتمرين تعنا. سؤال ستة. ولا قبل ما رحوا لسؤال ستة نكتبوا اهم حاجة بحق المردود الاعظمي. اذا مش نكتبوا زدتكم سؤال سميتوا ستة الف ستة الف حساب ضيعة مفعول جول جديدة التي تحقق مردود اعظمي. اذا مش لازم ندير في هذه الحالة? لازم بيرتجول فتحة ماذا يسوي? يسوي بيرتفير. اذا بيرتفير قدع طهنها هي نفسها بي واحد سفر ربعة واط. اذا بيرتجول فتحة يسوي ربعة وا. هذه الخطوة الاولى. اذا بيرتجول فتحة يسوي ربعة وا. رحوا لبعدها سؤال ستة. احصب قيمة تيار ثانوي اثنين فتحة التي تجعل مردود اعظمي كما اشترناها مقبل. اذا ستة بحساب تيار ثانوي الجديد الذي يحقق مردود الاعظمي. اذا ماذا يسوي اثنين فتحة? يسوي جذر تربيعي. بيرتفير على ايراس. ويسوي ايراس اعطها لي 0.27 و بيرتفير عندي ربعة واق. يسوي ربعة على 0.27. كل تحت الجذر. اذا متسوي 3.84 امبير كما كم تلاحظوا انه في المردود الاعظمي تيار اهبر. اذا اثنين فتحة ويسوي يسوي 3.84 امبير. رحوا لي بعدها سبعة احصب الاستعار الفعالة الجديدة. الى الملف الثانوي. التي تحقق المردود الاعظمي. اذا كتب سبعة حساب الاستعار بي 2 فتحة الجديدة التي تحقق مدود الأعظمي بما أنه تبدل تيار ثانوي استععها ثانوية حتى تبدأ إذن بي 2 فتحة ماذا تساعد؟ ثانوي في 2 فتحة جماعة سمحوا لي 2 فتحة في كوز في 2 بما أنه حمولة مقاومة في 2 تساعد صفر ما عندها كوز صفر يساوي 1 إذن قانون يساوي يساوي توتط ثانوي في 2 فتحة وأطلق ساوي جماعة قلوب لي هذه نفسها استعظها لا لا لأنه تيار ثانوي تبدل إذن وتساوي 24 في التيار الجديد 3.84 وتساوي بي 2 فتحة تساوي 92.16 وآخر سؤال وشي هو أحسب المردود الأعظمي لهذا المحاول مع أن تطبقنا ثلاث خطوات جبنا بيرت جول فتحة الجديد وسوينا بيرت فار خطوة ثانية حسبنا تيار ثانوي الجديد الذي يحقق المردود الأعظمي خطوة ثالثة حسبنا الإستعال المفيدة الجديدة التي تحقق المردود الأعظمي وشي بقنا بقنا سؤال ثمانية حنطبقوها في المردود الأعظمي نطبقوها في القانون إذن المردود الأعظمي ماكس يش يساوي يساوي بي 2 فتحة الجديد على بي 1 و بي 2 فتحة الجديد أجمع حسبنا إذن وتساوي بي 2 على بي 2 فتحة زيد ثنين بيرت فار لأنه بي 1 ماذا تساوي تساوي إصطاعة ملف الثانوي زيد كل الضيئات وبما أنه بيرت جول بيرت فار متساوي إذن وش نكتبوه في 2 فتحة أم بعد وش ندروا التطبيق العدد و تساوي 2.16 على 2.19 فتحة زيد 2 في 4 ووش نحن نلقوها 0.39 فتحة ثمانية ووكي نضربوها في المردود وش نلقوه المردود النسبي إذن 100 ومعكس بالنسبي ماذا يساوي 3.18 كما كنتلاحظوا اللي جيناه مردود أكبر من مردود الأول الأول وش اللي جيناه العادية 90 فتحة ثمانية هذه وقلبنا برجو يساوي برجفار وحسبنا تيار ثانوي الاسمي وحسبنا إستعال مفيدة الثانوية الجديدة وش نلقينا اللي جيناه المردود تطلع نسبة 3% إذن 3.82 بالمئة إذن المردود النسبي ماذا يساوي يساوي 93.88 بالمئة والمردود القادم وش نلقينا 90.90 بالمئة إذن مش لكم تلاحظوا المردود الأعظامي 93.88 أكبر من 90.90 هنا جماعة كان ملاحظة بعد ما كملنا تماما رقم 11 المقادر المرجع الأولي لا تنسوها لأنه ما أعطتكم مش عليها أسئلة بزاف على هذه الجماعة لا تنسوها بعد ما عرفنا كل شي وحفظنا قوان كل شي هذ القوانين حاولوا تخدموا بهم حاولوا التمارين على تساهمكم أبدأوا أحسبوهم خاصة في التمارين التاسع والعشر والحادش حاولوا تحسبوا المقادر المرجع للأولي كما الار بي وزات بي والإكس بي وهنا شابي بازينا كمنا ملخصة دعنا ودرنا كل الأفكار وإن شاء الله قاوني كامل أحفظتهم إذا ما حفظتش قاوني زيد حاول وزيد عاود أخدم تمام وبإذن الله كوشي أحيو لي لك بس بوسة وهنا شابي بازينا وصلنا لنهاية الحصة وصلنا لنهاية السلسلة الخاصة بالمحاولات وكمنا حصة 56 ومقاعدين نقولكم غير صحة أفضركم وصحة عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة